قدر الأبطال أي حد بيلعب في النادي الأهلي أي حد هيلعب إن شاء الله في النادي الأهلي لازم يعرف أنه عليه أنه يتعامل مع كل أنواع الضغوط المستمرة ضغط بدني ضغط فني والأهم ضغط جماهيري وراك واحد من أكبر جماهير الأندية على مستوى العالم مستني منك حتى وإنت في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف أنك أنت دايما تحقق المكسر وبتطلع من بطولة عشان تدخل بطولة وباستمرار ودايما مطلوب منك أنك تكسب بعد ما شاركنا في بطولة كاس العالم وبعد ما شاركنا في بطولة دوري الأبطال ومن قبلها كاس أمم أفريقيا وبطولة كاس العرب نفتح من جديد صفحة الدوري في استعداد أو في مرحلة تحضير واستعداد لمواجهة سانداونز في بطولة دوري الأبطال إزاي تشحن بطارياتك وإزاي تجدد دوافعك هيكون سؤال كبير مطالب أن مستر موسيماني يجاوب عليه وهنسأله لنجمنا وضفنا النهاردة طبعا كابتن محمود صالح اللي بيشرفنا في السادسة بس بداية نقول له مبروك البرونزية لأن احنا ما شفناهوش من ساعتها ونقول له أهلا وسهلا بك في السادسة على شاشة الأهل الله يخليك سيد أحمد مبروك البرونزية مبروك لكل جمهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني متوقحة كنت متوقحة يعني عندنا أمل نحن حققناها مرتين فطبيعة طموحنا يكون أكبر من التالت إن شاء الله بإذن الله اللي جاي بقى أحسن بإذن الله بنغفل صفحة البطولات المجمعة سواء كاس عرب كاس أمم أفريقيا سواء كاس علام أندية ونرجع مرة تانية للدوري بعد ما رحنا سريعا كده للهلال السوداني بداية نشاهد في مستوى الأهلي الفترة الأخيرة عموما يعني تقييم مش بس في مطش الهلال عامل إزاي وإزاي نرجع مرة تانية نخش في بطولات محلية ونبدأ مطش المقصة يوم الثلاثة إن شاء الله طبعا أي فريق بلب على بطولات بيبقى حاطت هدف لي إنه يحققه بإذن الله وأعتقد في الفترة اللي فاتت دي الحمد لله النادي الأهلي كان موافق بشكل كبير جدا وأعتقد يعني إنه تقريبا حقق كل الأمنية بتاعته وكل أهدافه يعني الحصول على بطولة أو المركز التالت في كاس العالمي الأندية الدورية ماشيين كويس البطولة الجديدة بتاعت أفريقيا التعادل قد يكون يعني مش هدف محطوط للنادي الأهلي مع الهلال السوداني إنما إلى حد ما مرض يعني إلى حد ما أنا شاهد بس برضو النادي الأهلي وخصوصا اللعبية الدولية لابت البرات كتيرة يعني الحقيقة في فترات قصيرة جدا يعني تقريبا مع طبعا مع مستوى الكبير جدا والاحتكاك القوى والتنافسه الكبير مع الفرق سواء على دوري أو أبطال العرب دوري أبطال العرب أو كأس كأس العرب بالضبط وطبعا كأس الأمم الأفريقية وبطولة العالمي الأندية وبطولة جديدة بتاعت أفريقيا يعني لو حسبنا اللعبة الدولية في الفترة دي نحن لعبين سبعة في كأس الأمم الأفريقية ثلاثة في بطولة كأس العالم لعبنا مباراة واحدة في البطولة الجديدة ممكن لعبنا أربعة تقريبا أو خمسة في بطولة كأس أو بطولة العرب يعني عدد متوسط عدد متوسط تقريبا ممكن بنلعب كل أربع مباراة أربع أيام مباراة قوية احتكاك قوي أعتقد فترة زغيرة ومتشاط متكررة في فترات قليلة فمجهود كبير أعتقد ده ممكن ده أنا أقول الكلام ده عشان كيكون أصلا بشكلش الضغوط آه الضغوط يعني هي بس الضغوط دي مستمرة كابتن محمود يعني أنت من هنا يعني أنا كنت لسه في حلقة مباراة بقول في بداية الحلقة أنك انت تلاقي جنب تلعب موسم لسه ما ابتداش يعني شوف كل المطشاط اللي حاجة ذكرتها دي إحنا لسه في بداية الموسم بالنسبة نادي الآن لعبت مطش واحد بس في دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات لعبت سبع مطشاط من أصل 34 مباراة في الدوري لعبت ما لعبتش حاجة في كاس مصر الجديد ولسه في كاس مصر القديم مش عارفين إيه مصيره فأنت لسه رغم كل الإجهاد ده وده سؤالي بقى لحضرتك إزاي هتعامل موسماني مع ده في الفترة اللي جاية وهل من الطبيعي أو من المنطقي إن إحنا نشوف سياسة التدوير بقى لكم نتكلم عليه خصوصا إنه سكواد النادي الأهلي هو طبعا بالعمر بين نارين مطش المقص ده هو بروفة أخيرة قبل ما تروح لسان داونز فبالتالي حتجرب الأساسيين ولا ممكن نشوف تشكيل مختلف تماما عن لعبي الأهلي في كاس عالم الأندية ومطش الهلال السوداني في دوري الأبطال هو طبعا تخطيط البرنامج التدريبي لما بتعمل صح كويس وبرضه في نفس الوقت الشغل بقى اللي هو يعني ساونة تدليك اللي هو اللي بيعمل استشفاء للعبين ده يعني بيبقى ليه دور كبير أو برضه أن اللعب يستعيد تاني ليقتل البدنية وفرموته الرئيسية ولكن برضه نحن نحي البدنية ممكن بتخطط طلب التخطيط تقدر تنجح فيه طرح ما حد يفهم كويس بيحط البرنامج التدريبي ومن نحي بقى الجزء البدني والمهاري والجزء الخططي مع طبعا المباراة الرسمية اللي بيلعبها والمباراة الودية اللي بيلعبها الفريق نقدر نوصل لنتاج كويس ترجمة نانسي قنقر